سهلا خير عامليني يارب يكونوا خير طاقع برج العقرب لشهر يناير 2023 وهبقى في الجانب المهني يارب كده يكون شهر بداية خير اول شهر في السنة اتمنى ان يكون مبشر بالخير ويكون بداية سعيدة يعني علينا جميعا يلا بينا نبدأ يلا بينا تواجد المريخ في منزل العقرب ده هيخلي فيه نزاعات داخل العمل مع الزملاء للأسف وخلي بالكو من الكسل لان الكسل من حاجات اللي هتدخلكم في يعني مشاكل كمان او هتزيد من خسائركم داخل الشغل خلي بالكو الكسل من الحاجات فعلا اللي ما بتخليكش تعرف تتقدم اللي ما بتخليكش يبقى فيه تغيير في حياتك ايجابي الكسل من الحاجات اللي بترجعك الورا ومش بتخليك تطلع لقدام ده غير كمان مكتوب كده ممكن يوقعك في اخطاء كبيرة ده اللي مكتوب انا عايز اقولك ان الكسل وقع ناس بشكل كبير وقعهم وخلاهم حياتهم للأسف تتضمر اه الكسل ده حاجات انا شفتها وفي ناس خسرت اشغال ما عرفتش تعوضها وبسبب الكسل لازم تركزوا في شغلوكو الفترة دي لازم يعني تهتموا بمواعدكو داخل الشغل ماينفعش ان انت تروح متأخر المواعيد لازم تكون مضبوطة ولازم تزبط شغلك وترتب ورقك كويس قوي داخل الشغل حاجة برضو مهمة تانية عايز اقولها من بعد يوم 15 هيكون فيه فرص عمل بالنسبة كبيرة فرص جديدة عمل بالنسبة كبيرة لموليد برج العرب طبعا دي حاجة برضو من الحاجات الكويسة وده غير ان فيه كتير من موليد برج العرب هيتوظفه كتير يعني اللي هم بدون من العمل هيتوظفه المفروض الشهر ده على نهاية شهر يناير اتمنى ده اهم حاجة انك تبعد عن الكسل اهم حاجة برضو انك تركز في شغلك وتبتدي تكون منتظم خليك يعني ماشي بشكل ميري كده زي العسكري اللي هو احضر شغلي وده وشوف انت النتيجة هتبقى عاملة ازاي النتيجة لو مجدش من الادارة او ادارة يعني او تأدير مادي فانت هتجيلك بخبرة هتجيلك من ناحية تانية ربنا هيعوضها لك من ناحية تانية لانك كنت مركز ومجود سمعتك في الشغل هتخليك تروح لشغل احسن صدقني ده بيحصل ربنا يا رب يوفقك ويقويك خشوا بقى على الجانب العطفي هبدأ بالعزاب فرص لقاءات كتيرة واعجاب اتجاه مواليب برج العرب الشهر ده غير ان فيه اختيارات هتكون موفقة جدا يعني فيه اختيارات هيكونوا مناسبين لبعض جدا موفقة يعني مناسبين لبعض وفيه ارتباط صالونات بس هيكون بنسبة قليلة جدا وده من بعد يوم عشرين طبعا حابب اقولكو اللي انا بقوله دايما الارتباط ماينفعش ان احنا نتسرع فيه ماينفعش الحاجة اللي بتيجي بسرعة سدونية بتروح بسرعة يا ما بيكونش موفقة فخلينا ما نندفعش مشاعرنا ونخلي مشاعرنا كده تتمهل وناخد الموضوع بشكل خطوة خطوة لحد ما نفهم الشخصية اللي قدامنا مناسبة لنا ولا طبعا الكلام ده ليك وليكي في الاول في الاخر دي توقعات الغيب محدش يدر يرافو غير ربنا ولكن احنا بنستفيد الدردشة النصيحة وبنتفاعل اخر حاجة بالنسبة للتباط الصالونات اوعي او تخلي فاطرة الخطوبة قصيرة وانت كمان اوعي تخلي فاطرة الخطوبة قصيرة اعرف اللي قدامك كويس انتو ما عندكوش خلفية عن بعض فمحتاجين تعرفوا بعض كويس وده هيجي من خلال فاطرة الخطوبة تبقى طويلة نصحتي ليكو ما تبقاش اقل من سنة مصد دي نصيحة وانتو احرار ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين والمرتبطين بداية شهر سعيدة وليه بقى بداية شهر سعيدة ده عشان كل طرف من الطرفين هيكون عايز يوصل للرضا بمعنى صح عايز يكسب الرضا من الانسان اللي هي بيحبها او هي عايزة تكسب الرضا من الانسان اللي بتحبه دي حاجة كويسة جدا لو ده طالع بحب بجد فدي حاجة كويسة جدا والمفروض ان اللي قدامك مدام عايزة تكسب الرضا انت كمان تبتدي تقدر ده دي حاجة كويسة فيه ناس بتحاول تحافظ على العلاقة يعني واحد بيحاول يحافظ على العلاقة بينه وبن خاطبته ده المفروض يلاقي تأدير كبير من خاطبته دي حاجة كويسة وابداية كويسة وكذلك الزوجة في زوجة بتحاول تكسب الرضا من زوجها دي حاجة كويسة ما ينفعش حيننا نشوفها بتحاول تكسب الرضا ندوس عليها كده احنا مش تمام وكذلك الامر انت زوجك شايفان بيحاول يراضيك ويكسب رضاك دي حاجة كويسة لازم انت كمان تقدريه فيها واشيليه على راسك ده الصح سدقوني لو كل واحد قدر التاني ويحاول يكسب رضا التاني فترة الاستقرار هتكون طويلة جدا وعلى فكرة مكتوب ان حتة ان انتو تحاولوا تكسبوا الرضا عند بعض ده هيزيد من تعلق ببعض هيزيد من تعلق الطرفين ببعض هتتعلقوا ببعض اكتر ومدام فيه تعلق اكتر يعني حب بيزيد ومكتوب بقى من يوم 15 هيكون في خلافات بسيطة ده اللي مكتوب خلافات بسيطة دي انتو تقدروا تتعاملوا معها بس على فكرة يا ممكن تبقى خلافات بسيطة فعلا بسبب ان انتو فعلا بتقدروا بعض وعايزين تكسبوا الرضا بجد هو مكتوب يعني خلافات طبيعية وتأثيرها على العلاقة هيكون ضعيف جدا يعني مش هكون ليها تأثير صعب على العلاقة الخلافات دي هتعدي يعني وقريت ان فيه مرتبطين هينفصلوا على نهاية الشهر ده مرتبطين مش متزوجين حابب اقول لو انت مرتبطة وانفصلتي او انت مرتبط وانفصلت عنها او فركشت يعني دي مش حاجة تزعل ممكن تكون انتو مش مناسبين لبعض وانت تبدأ صفحة جديدة وهي تبدأ صفحة جديدة مع اشخاص مناسبين لكم احسن ما الموضوع كان كمل وفي الاخر عشتو حياة يعني جحيم حياة صعبة حياة كلها مؤلمة ونكد وتعب نفسي طب ليه ما تشوف حاجة نسبك افضل شخصية نسبك وانت كمان تشوفي شخصية نسبك سوري على حاجة دي جلت بالغلط فتشوفي شخصية نسبك وانت برضو تشوفي شخصي نسبك ودي مش حاجة غلط ان انتو مرتبطين ويعني انفصلتوا في النهاية ربنا يا ربي يهدي سيروا كل بيت ويكمل المرتبطين على خير لو مناسبين لبعض خش بقى على الجانب العيلي تجمعات عائلية ولكن محتمل خلافات بسبب سوء الفهم ولكن في افراد من العيلة هتتدخل لتوضيح سوء الفهم ده وبعدها تستقر الامور ما بين العيلة عايز اقول بس يا جماعة لازم نفهم ان اللي قدامنا لما يعني لازم نفهم نظرته صح بلاش نتصرع في الحكم التصرع في الحكم دايما دايما هو بيبقى السبب الرئيسي في سوء الفهم لكن لو احاول افهم اللي قدامي او افهم رأيه كويس قوي ممكن نبعد عن سوء الفهم لكن بتصرع على طول وبحكم او باخد للأسف للأسف الكلام اللي قدامي بنية سيئة هو ده اللي بيوجد سوء الفهم ياريت نلاجع نفسنا في الحتة دي كويس قوي ونسأل اللي قدامنا ونتأكد كويس من كلامه علشان نتجنب سوء الفهم يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة تجمع العيلة اكبر من اي حاجة بالمناسبة مكتوب وبعد كده الامور هتستقر بين العيلة بعد ما ادغله الافراد ويتوضح يعني سوء الفهم ده خش بقى على الجانب المالي مصاريف زيادة الشهر ده عن اللي قابله ولكن بعد يوم عشرة هتستقر الامور المادية ومكتوب كده انتبه لمالك يعني خلي بالكم من اموالكم الفترة دي او بمعنى اوضح وصح خلي بالكم من مصاريفكم ياريت ياريت كل واحد يعمل ميزانية نفسه ده رأي الشخصي الفترة دي محتاجة ميزانية ومحتاجة نعرف احنا بنصرف ايه وممكن نستغنى عن ايه عشان الظروف اللي في العالم كلها لحد ما الدنيا بس ان شاء الله تستقر ربنا يا رب يرزق الجميع اما بقى لاصحاب المشاريع ارباح في تزايد على مدار الشهر ارباح يا اصحاب المشاريع في تزايد على مدار الشهر ودي نتيجة حركة نشطة للمشاريع يعني هيكون في حركة نشطة للمشاريع والمفروض ان من اول الشهر الاخر والارباح هتفضل تزيد تزيد يعني هتعمله فلوس كويسة يعني اتمنى ده والله ربنا يا رب يرزق اصحاب المشاريع اكتر الناس بتدخل مخاطرة اكتر الناس بتمر بمخاطر ومشاكل عايزة تحلها المشارحة لانه خايف على رأس ماله ربنا يوفقكم ويوسع من رزقوك يا رب واهم حاجة ان انت تنتبه لمشروعك وتشوف ازاي تطور مشروعك احنا داخلين على سنة جديدة شوف بقى ايه هتضيف المشروعك السنة الجديدة دي ربنا يوفقكم خش بقى على اللي عايزين يبتدوا مشروع الشهر ده الحقيقة انه هو شهر غير مناسب للاستثمار ده اللي مكتوب مش كلامي انا عايز اقول لك واقول لك لو انت عندك خبرة انت هتقدر تحدد ازا كان الوقت مناسب لنبدأ مشروعي ولا لانك هتبعى عارف السوق وحركة السوق كويس اما لو انت معدكش خبرة ما بنصحكش تدخل في مشروع محتاج خبرة يا اما تحط فلوسك في وديعة او شهادة استثمار او تخش في العقارات العقارات ما تبقاش محتاجة خبرة كبيرة انك تشتري شقة وتأجرها فممكن تجيب يعني البيانات من على النت تشوف ايه الممكن يعني عشان اشتري شقة لازم ايه اشتريها في مكان يكون فيه اجارات كتير والحاجات اللي انت عارفينها دي حاجات سهلة ممكن تجيبها مش محتاجة خبرة زي المنتج اللي بتصنع او اللي بيحتاج بيكون محتاج خبرة ربنا يا رب يرشدكو جانب بقى التعليمي شهر مجهد لطلاب برج العرب ولكن على نهاية الشهر اخبار مرضية لبعض الطلاب طبعا انا يعني اللي اقولته ده ولا قريته انا بس عايز اقولي ممكن يكون لبعض الطلاب دول الطلاب اللي اجتهدوا وتعبوا فخلي بالكو ياريت ياريت تركزوا وتتعبوا وتركزوا في المواد بتاعتكو بلاش اي استهتار بلاش كسل علشان ان شاء الله يكون اللي هدفكو والنجاح اللي انتو عايزين توصلولو تقدروا توصلولو واتحققوا وان شاء الله نجح لكل الطلبات دي كانت اقعاب برج العرب لشهر يناير الفين تلاتة عشر لو عجبكو الكلام ده او يعني لفت انتباهكم الحاجة ما تنسوش دعموني بلايك لو مش مشتركة او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف في ديسكيبشن تحت اخدوا فكرة شكرا اوديوكو سلام